آآ سنوعة يكون النهاردة هنشرح سكشن عن او النفاع الموجة. آآ قبل ما اتكلم عن السرج بازال انو بعارفين ان علاقة السرج بالهايدروليك جامب ان الاتنين بنتكلم في آآ آآ بس الهايدروليك جامب عبارة عن آآ او آآ آآ انما السرج ده اندفاع الموجة ده بيحصل او السرج آآ بيحصل نتيجة تلات حاجات آآ ان موجود آآ جيت بوابة بيحصل لها فتحة او آآ غلق او وجود آآ اللي هي المادة والجزر آآ تالت حاجة وجود زيادة ومفاجئة في المية نتيجة آآ مسلا مضخة مية او كده وده بنسميها عندنا هندرس التلات حالات آآ اللي بيسميجه سرج وازاي ان احنا نعرف نجيب السرعات بتاعة السرج وارتفاعات السرج وازاي نجيب آآ سرعة الموجة المرتدة او سرعة السرج بتاعنا ده فنيجي الاول حالة عندنا لو انا عايز اتكلم مسلا السرج ده بيحصل آآ امتى فبقول ان لو عندك منصوب مية ومنصوب المية ده كان آآ عنده بوابة وبوابة دي مسلا كانت موجودة بالشكل الغايد هنا وانا عملت غلق مفاجئ لو انا قفلت البوابة بتاعتي معناه ان المية بتاعتي دي منصوبها هيزيد قدام البوابة طيب نتيجة ان انا قفلتها انا كان مفروض ان انا عندي منصوب مية قبل كده قبل ما البوابة آآ يحصل فيها غلق لما انا هقفل المية هنا هزيد بس كمان بالتدريج هتلاقي المية هنا قلت الجزء ده اللي هو التغير في منصوب المية القديم والجديد انا بسميه السرج او آآ الارتفاع او اندفاع الموجة الحادس بسبب وجود تغير في البوابة دي طيب لو البوابة بتاعتك دي مسلا كانت موجودة وهي مقفولة وانا فتحتها فكان ده منصوب المية قبل ما نفتحها بالشكل ده لما حضرتك هتفتح البوابة هتطلعها الفوق بالشكل ده كده هفتح البوابة معناها ان المية هنا هتبدأ تنزل من البوابة فالموجة هنا هتقل والمية هتعلى في الجزء بتاعت ده ونستريم فالمية هنا هيحصل لها زيادة برضو هنا عندي منصوب قديم للمية ومنصوب جديد للمية الفرق بين المنصوب القديم والجديد هو ده اللي بسميه او اندفاع الموجة نفس الكلام هنا في منصوب قديم للمية وليل وفي منصوب زيادة او ارتفاع لمنصوب المية يبقى ده كده سرج تاني فلو انا عملت اغلاق للبوابة او عملت لها بيحصل آآ عندي سرج او اندفاع للمية طيب تعالوا نشوف كده حاجة تانية سويني لو انا عايز اكتب مناسيب للحاجات دي بالشكل ده ده كده الحالتين بتعالوا الحالة الاولانية لو انا قفلت البوابة فالمية زادت فانا دلوقتي عايز اسمي مسميات للمنصوب بتاعت المية حوالين البوابة فانا بالنسبة لي السرج ده دايما هيبقى المنصوب الاصلي للمية قبل حدوث اندفاع الموجة بسميه واي واحد فبالنسبة لي دي واي واحد ودي واي واحد نتيجة ان ده هو المنصوب الاصلي للمية انما واي اتنين دي هو المنصوب التاني او المنصوب النهائي بعد انحساب الموجة فبالنسبة لي البوابة عندي واي واحد واي اتنين منصوب اصلي ومنصوب نهائي وبرضو ده ونستريم البوابة عندي منصوب ابتدائي ومنصوب نهائي نفس الحكاية لو انا فتحت البوابة بتاعتي ان انا عندي منصوب البداية ومنصوب للنهائي منصوب البداية دايما واي واحد ومنسوب النهاية دايما واي اتنين. فلو لاحظنا سواء في حالة او في حالة الكلوجر ان واي واحد دايما اللي هي المنسوب الابتدائي هو المنسوب الاصلي بتاع الموجة بتاعي دايما هيبقى هو البعيد عن آآ عن البوابة. واي اتنين هو القريب من البوابة او الارتفاع الناتج آآ النهائي من حدوث اندفاع الموجة. طيب آآ الموجة بتاعتي او السرج دي لي هنعيد. النوع الاولاني ان ده يبقى بوزيتف. والسرج بيبقى لما بيحصل ان المية بتاعتك بتزيد. يعني هنا مثلا الارتفاع كان واي واحد بقى واي اتنين يبقى جهة هنا حصل فيها هنا المية واي اتنين قلت عن واي واحد يبقى هنا حصل بالنسبة لحالة هنا حصل لان المية منصوبها قل وهنا حصل لان المية منصوبها زيت. طيب لو حبينا نتكلم عن السرعات فانا بالنسبة لي كل ارتفاع هيبقى ليه سرعته. فواي واحد هتبقى بتتحرك بسرعة في واحد. واي اتنين هتبقى بتتحرك بسرعة في اتنين وهكي ذلك في هنا في اتنين وهنا في واحد. آآ طب اتجاه السرعة بتاعة المية آآ دايما بيبقى في اتجاه الصرياء. يعني زي مثلا ما هنشوف هنا في الشكل ده. ان كده حطيت اتجاه سرعات. سواء في حالة او الكلوزر. واي واحد معها في واحد واي اتنين في اتنين. بصرف النظر عن وجودها في اتجاه السرعات. دايما هيبقى في اتجاه السريان اللي هو دايما هيبقى من الشمال اليمين بالنسبة لنا. طيب فيه رد فعل عن وجود ان المية ماشية بسرعة انها لما هتصطدم هيبقى في حاجة اسمها اندفاع للمية في الاتجاه المعاكس للسريان. فبيحصل ان المية بتبعد دايما عن البوابة اسمها في دابيو اسمها بالنسبة لي السرعة انتشار الموجة. الفي دابيو دايما هتبقى اتجاهها عكس اتجاه البوابة. انها بتبعد عن البوابة يعني البوابة بالشكل ده هي هتبقى بعيد عن البوابة بتبعد بالشكل ده. في حالة برضو نشوفها. وبحالة بالشكل ده. فيبقى هنا بالنسبة لي في واحد وفي اتنين اتجاههم مع السريان. في دابيو بعيد عن البوابة هنا في واحد وفي اتنين مع السريان في دابيو آآ بتبعد عن البوابة. طيب المسائل دي بقى يعني عبارة عن ايه? هو انا لو جيت تشوف انا دايما بحل المسائل دي عن طريق او الدونستريم. يعني انا باخد حالة حالة. لو انا مسلا اتكلمت عن الابستريم لوحده. ايه هو المعطيات بتاعت السرج بتاعتي عشان اعرف اجيب ارتفاعات السرج والسرعات. المعطيات بتاعتي ان انا عندي دايما في اي سرج ارتفاع اولاني. وعندي ارتفاع نهائي. عندي لكل ارتفاع سرعة. في واحد. وعندي الارتفاع النهائي. في تنين. وعندي سرعة انتشر الموجة او السرعة بتاعت السرج اسمها يعني انا دايما عندي خمس معطيات المفروض يبقوا معاك في اي مسألة سرج. طيب احنا دايما بطريقة الحل بتاعتنا هي ان احنا نحول اه احنا قلنا ان السرج ده هو ان انا احولها طب استدي دي زي ايه? الاستدي زي الهايدروليج جانب. الحالتها انها استدي داي. طب ك Value احنا بنحل الهايدروليج جانب بمعادلة اسمها معادلة المومنتم. فالحل هنا ان انا بحول سرج دي لمعادلة من اسدي دي لستدي عن طريق تطبيق معادلة المومنتم. وكمان عندي لقي انا الكنية دي اوبنت شانل. فانا عندي غير معادلة المومنتم في معادلة اسمها معادلة الكونتونيوتي. فانا دلوقتي هيبقى عندي معادلتين اقدر احل بهم المسألة السرج. فدايما هيبقى جيفن 3 وهيبقى المجاهين عندك 2 مجهولين بس عشان تقدر تحلهم بمعادلة المومنتم ومعادلة الكنتينيون فتعالوا نشوف اول كيس في حالة ان البوابة عندك بوابة والبوابة دي هتتقفل لما هنفل البوابة احنا قلنا ان المية هتزيد قبل في الابستريم والمية هتقل في الداونستريم اول خطوة انك تحط المناسيب وتحط السرعات بتاعتك كاتجهات تاني حاجة بقى تعالوا نشوف ازاي نطبق معادلة المومنتم معادلة المومنتم هتطبقها يا اما في الابستريم لوحده وبعدين هرجع هتطبقها في الداونستريم يعني انا همسك كل جهة الواحدة فلو جيت مثلا مسكت هنا الابستريم بتاع الابنينج كيس او لأنا هنا بتكلم في كلوزر حالة الغلق وانا بتكلم دلوقتي في الابستريم ازاي اطبق معادلة المومنتم للسيرج عشان اطبق معادلة المومنتم احنا محتاجين نعرف السرعات بتتحسب ازاي لو انا عندي بالنسبة للواي واحد انا هياخد كطاعين واقول ان كطاع المومنتم عند الارتفاع الاولاني ده بيسوي كطاع المومنتم عند واي اتنين عشان احسب كطاع المومنتم لازم يبقى معايا هنا ارتفاع وسرعة فانا بالنسبة لي عند واي واحد الارتفاع همية هو واي واحد بس السرعة هي عبارة عن السرعة النسبية بين في واحد وفي دابيو ولان الاتجاه بتاعهم هنا عكس بعض فالمفروض ان الاشارة بتاعتي تكون فالاشارة هنا هتكون عبارة عن مجموع الاتنين لان هما بيتحركوا عكس بعض فدايما في الواي واحد هنا في الابستريم هيبقى السرعة بتاعتي عبارة عن V1 زائد VW طيب بالنسبة لدونستريم استرجمش دونستريم البوابة او الجهة التانية اللي فيها ارتفاعها واثنين السرعة بالنسبة لي هي السرعة النسبية بين V2 وVW فهيبقى السرعة هنا V2 وVW طيب انا استفدت من الكلام ده ايه ان انا دلوقتي وانا باجي اطبق معادلة المومنتم تعال نفتكر معادلة المومنتم اصلا قد عبارة عن ايه معادة المومنتم القانون بتاعها هو عبارة عن للكطاع الاولاني ناقص للكطاع التاني. الكلام ده بيساوي رو كيو V2 اللي هي السرعة النسبية لقطاع رقم اتنين ناقص السرعة النسبية لقطاع رقم واحد عشان اطبق معادلة المومنتوم اللي احنا خدناها قبل كده محتاجين الارتفاعات مساحة الكتاع الجاما دي معنا خلاص والسرعات اللي احنا دلوقتي قلنا ان احنا نقدر نحسبها عن طريق السرعة النسبية لV1 وVW او V2 زائد VW. طيب بالنسبة للقطاع الاولين. احنا خدنا قبل كده النجامة في الاريا في الواي بار هتبقى عبارة على طول عن آآ زد ويتاكيب على التلاتة زائد VW على الاتنين دي الاريا وي بار بالنسبة للقطاع اللي هو انا لو انا دلوقتي مسلا المسائل بتاعتي مسلا لو حبيت ان انا اشتغل آآ على الاسرع وهو المستطيل وحبيت اقول ان المستطيل الزد فيه بصفر فانا على طول بتعامل مع الـ الـ البي ويتربيع على الاتنين للقطاع الاولين نقص البي ويتربيع على الاتنين للقطاع التاني. لو جينا نفضل المعادلة دي مع بعض انا هشيل من هنا الرو كيو V2 وV1 انا هشيل لكلمة V2 والسرعة هتبقى بالنسبة لي هي V2 زائد VW وهشيل V1 وحط بدلها V1 زائد VW طب ليه هنا رب معناها هو هنا شال الكيو الكيو دي وقال ان التصريف ده عبارة عن اريا في V فبقت هنا اريا في V2 وهنا عبارة عن اريا في V1 فشيلنا كيو خالص وحطينا اريا وهنا بقت ال V2 دي عبارة عن V2 تربيع والV1 بقت اسمها V1 تربيع. شلت الفي اتنين وحطيت السرعة النسبية بتاعتها شلت الفي واحد وحطيت السرعة النسبية بتاعتها. وبالتالي ده بالنسبة لي بقى القانون النهائي لتطبيق معادلة المومنتم في حالة الكولوسر. طيب لو حبيت اطبق معادلة الكونتونيوتي. معادلة الكونتونيوتي هو عبارة عن الريا في السرعة بتاعتها بيساوي الريا في السرعة التانية. يعني اريا واحد V1 بيساوي اريا 2 V2 نتيجة ان التصريف معادلة المومنتم بتقول ان التصريف سابت في القانونة. فكيو واحد هتبقى بتساوي كيو اتنين. ادي دي هنا كيو اتنين لو ساوتها بكيو واحد فهنا الريا في سرعتها. سرعة عند قطاع رقم اتنين VW زائد V2. سرعة عند قطاع رقم واحد VW زائد V1. يبقى انا اصلا كان من الاصل علشان ان انا اقدر احسب المعدلة المومنتم او معادلة الكونتونيوتي كان لازم اكون ان انا عارف الاول الحالة بتاعتي حالة افل بوابة ولا فتح بوابة. اه وكون عارف او قادر ان انا ارسم السرج او اتجاهات السرج ايه. فمسلا تاني انا بتكلم دلوقتي على حالة غلط بوابة في غلط البوابة الابستريم بيزيد المية بتاعتي والداونستريم بيقل المية بتاعتي. اتكلمنا بالنسبة للجزء ده اه من شوية في الابستريم. طب تعاني حل المسألة دي من ناحية الداونستريم. ايه الحاجة اللي انا مفروض اعرفها ان وي واحد هي المنسوب النهائي اللي هو بعيد عن البوابة. ونوية اتنين الورايب مبوابة. في واحد وفي تنين مع اتجاه البوابة. الفي دا بيو هيبقى اتجاهها هنا عكس اتجاه البوابة يعني اتجاهها بالشكل ده. يعني انا لو جيت اتكلم في الحالة دي عند القطاع ده الفي دا بيو بتاعتي ده. والفي تنين اتجاههم اللي اتنين ناحية آآ اليمين ان هي بيبعد عن البوابة. والسرعة النسبية لسرعتين في نفس الاتجاه هي الفرق بينهم. فبالنسبة لي السرعة هنا هي ال VW ناقص ال V2. طيب ده القطاع التاني في النهاردة دلوقتي باتكلم على في حالة الغلق بتاعي لو انا عملت للبوابة. طيب السرعة هنا عندي V1 برضو هتلاقي ال V1 نفس المقوضوع او نفس الاتجاه انهم بيبعالوا عن البوابة. فالسرعة النسبية هنا هتبقى VW ناقص آآ ال V1. طيب انا عشان للمسألة بطبق معادلتين المومنتم والكونتونيوتي. المومنتم هتطبقها عن طريق آآآ آآ يلي أنا بتكلم فيها دلوقتي آآ للقطاع رقم آآ واحد ناقص آآ في الاريا الاقطاع رقم آآ اتنين. بالنسبة لي هنا آآ لوك يو في اتنين ناقص V1 ال V هي الفرقfreد واحد هي الفرق في السرعتين. لو انت القطع بتاعك مستطيل هتشيل الزد دي والزد دي فهتبقى لك الجاما تربيع على الاتنين والجاما تربيع على الاتنين. وانت كمان تقدر تشيل من كل الاطراف وتبقى بالنسبة لي هي تربيع على الاتنين. القطاع رقم واحد ناقص جاما واي تربيع على الاتنين للقطاع رقم اتنين. وبدل ما هتبقى هنا رو اريا هتبقى دي رو في واي اتنين في السرعة عند اتنين ورو في الواي واحد في السرعة عند واحد النسبة. وبالنسبة للكونتونيوتي هقول ان كيو اتنين بيساوي الكيو واحد وكل كيو منهم عبارة عن الاريا بتاعتها في السرعة النسبية عندها اللي هي هنا بالنسبة لي بالاشارة السلبة. طيب كده احنا اتكلمنا في حالة والدوين في حالة نطعا نشوف ايه هو الفرق بين الكلام ده ولو احنا اشتغلنا على بوابة مفتوحة. ده بالنسبة لي البوابة مفتوحة. البوابة مفتوحة بالسبب ان يحصل له اه المية بتقلي فيه والدوين استريم المية بتتجه اليه. فالمية هنا بتزيد. عملت الواي واحد بعيد عن البوابة والواي اتنين ورائب من البوابة. في واحد وفي اتنين اتجاهها مع الصريان. في ده بي ببعد عن الصريان. فكل اللي هيفرق عندي ان السرج هنا اه بوزيطيف. اه وبالتالي ان مفروض ان انت عندك المعادلة هنا هتبقى بالشكل ده. ان انا لو حبت اتكلم عن في حالة السرعة هنا اه بالنسبة للفي واحد الاثنين عكس اتجاه بعض فالسرعة اه لو انا بتكلم في اه في السرعة هنا اه ال في اتنين مع الصريان وفي dessابع عكسها يبقى برضو ويبقى بالنسبة لي في معادلة المومنطم بالنسبة للآب اس تريم السرعة الاتنين بوزيتوف وبالنسبة للكونتينيووتي ارية في السرعة مجموع السرعتين بنسبة لقطاع واحد برضو نفس الكلام طيب بالنسبة بقى للوينستريم الـ V2 والـ VW والـ V1 والـ VW في نفس الاتجاه فبدا leve هما في نفس الاتجاه يبقى السرعة النسبية بينهم هي الطرح فبالنسبة لي معادلت المومنتم في الـ للقطاع الأولاني منص الثاني بس السرعة هنا عبارة عن VW نقف V2 في القطاع الثاني يعني الفرق بين مجرد اتجاه السرعة بطبق في المعادلة المومنتم بتاعتي وخلاص يعني ده باختصار الفرق بين ان انا ارسم الرسمة بتاعهم اعمل تطبيق لمعادلة المومنتم ومعادلة اخد بالي من اشارة السرعات في كل واحدة فيهم وطبق المعادلتين دول طيب تعالوا نشوف برضو ممكن الكلام ده يحصل فين كمان? هو هيحصل في حالة ده اللي جيت اللي هي الحالة الاولان ايه? في حالة كمان بقى ان انت يبقى عندك طايد البور. يعني ايه بقى طايد البور ده? مية في بحيرة. المية دي لها منصوب ثابت بالشكل ده. المنصوب الثابت ده فجأة زاد. حصل له ارتدات. لنتيجة وجود مد او المية زادت في النهر ده فحصل طايد البور او حصل مد وجزر. فالمية بتاعتك لما ارتدت اتجهت لعكس اتجاه البحيرة بسرعة اسمها VW او سرعة اندفاع الموجة. طيب لو حبينا نعمل الواي واحد والواي اتنين احنا قلنا دايما ان الواي واحد بالنسباني هو المنصوب المبدئي للمية اللي هو الجزء ده. ده بالنسباني هو الواي واحد لان ده هو المنصوب الاصلي اصلا للمية. طيب. الواي اتنين هو المنصوب النهائي للمية. طيب لو انت بتتكلم في ارتفاع الموجة نفسه عبارة عن ايه? عبارة عن الفرق بين الواي اتنين والواي اتنين والواي واحد هو ده بالنسباني هو ارتفاع. طيب لو حبينا نتكلم في في واحد و في اتنين اتجاه السرايان ماشي ازاي? احنا مفروض ان المية بتيجي هنا وبعدين تصبف اللاك. فبالنسباني ده اتجاه ال في واحد وده اتجاه ال في اتنين. بس كده انا كده رسمت الرسمة هي مشكلة في الطايدل بور انت رسمت الرسمة يبقى كده خلصت. مجرد ان انت هتطبق معادلة المومنتم وهتطبق معادلة الكونتونيوتي. نقرب شوية. لو انا حبيت اطبق المعادلات فانا بالنسبالي جاما اريا واي واحد نقص جاما اريا واي اتنين. دي مش موجودة دي غلط. دي غلط برضو دي تربية. بي واي تربية على الاتنين. طيب. آآ السرعة هنا. ال V واحد وال VW عكس اتجاه بعض. فانا هاجمع السرعة النسبية بالنسبة للقطاع آآ واحد. وبرضو ال VW وال V اتنين عكس اتجاه بعض. فالسرعة النسبية عند القطاع بتاع وي اتنين بيساوي VW زائد V اتنين. وكده طبقت ان ال M واحد او المومنتم عند القطاع الاولاني بيساوي المومنتم عند القطاع التاني. نفس الكلام بالزبط ان انا هتطبقه عن طريق تطبيق معادلة الكونتونيوتي بين القطاع الاولانيوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ان انا يحصل ارتفاع آآ مفاجئ للتصريف او زيادة التصريف فجأة في مكان معين في النهر والله يعطري ان انا ضخيت شوية مية هنا مثلا فانا كان عندي ده منسوب الاساسي في المية اللي هو وي واحد بسرعته في واحد لما صبيت شوية مية هنا زيادة مكان ما انا صبيت او ضخيت شوية مية حصل ان الارتفاع زاد مكان ما انا ضخيت والله يبقى سواء نهر تاني آآ ضخ كمية معينة في النهر بتاعي يعني النهر بتاعي ده استقب المية من آآ نهر فرعي فبيحصل زيادة هنا فبيحصل ارتفاع الموجة اسمه بس المية هنا بتبعد عن مصدر المية فالفي دابيو هنا اتجاهها بالنسبة للفي اتنين وفي واحد معاهم عكس السيرش فبالتالي الفي اتنين والفي واحد السرعة بتاعتهم نسبية هي الفرق بينهم ها نفس الكلام ان انا هطبق المعادلة المومنتم وهطبق معادلة الكونتينيوتي علشان هحل المسائل دي طيب فاي مسألة من مسائل دي زي ما قلنا قبل كده بيبقى مديك مسلا واي واحد وواي اتنين وي واحد وبيبقى طالب في اتنين وفي دابيو بيبقى معاك مجهولين بس وبيبقى معاك معادلتين هتحل المعادلتين في المجهولين تجيب النتيج. تعال نشوف مسائل. تعال نشوف مسائل على الثلاث انواع بتاعنا. المسائل دي موجودة في رقم اتنين. اول مسألة عندي بيقول ان فيه آآ آآ عنده تسعة من عشرة متر وواحد خمسة وعشرين. فانا اول حاجة ان انا عندي آآ وي واحد بتسعة من عشرة والآآ في واحد بواحد وربعة. سمعني اضخن القلم ده شوية عشان يبين. تمام. وبعد كده بيقول ان نتيجة وجود وجود مادة او جزر في القناة بتاعتي حصل اه ارتفاع او ارتفاع بتاعت مقداره واحد واثنين من عشرة متر. طيب يعني انا دلوقتي لو كان ارتفاع المية بالنسبة لي بالشكل ده. وهيصب في بحيرة. فالمية حصل لها انها زادت. بالشكل ده كده. الارتفاع او الارتفاع بتاع الزيادة ده هو الواحد واثنين من عشرة. فانا لو ادي الجزء اللي هو كان من دهولك واحد فانت تقدر من من وجود ارتفاع تجيب الارتفاع النهائي بتاعك وهو الواي اتنين. فبالنسبة لي هو الواي اتنين هتبقى عباره عن الواي واحد ده. اللي هي تسعة من عشرة آآ زائد الواحد واثنين من عشرة اللي هي ارتفاع الطايد ربور. يبقى كده الواي اتنين بالنسبة لي باتنين واحد من عشرة. بقى كده معي واي واحد معي في واحد معي واي اتنين. ادي التلاتة بتوعي. تعال نشوف بقى هو عاوز ايه? بعد كده بيقول بتاعك اللي هو اتنين ده محتاج بتاعه اللي هو اتنين خلاص جبناها محتاج اللي سبيت بتاع البور اند سبيت اوف لو. عاوز سرعة التصريف يبقى هو عاوز الواي اتنين منك. وعايز السرعة بتاعة السرج بتاعك يبقى هو مطلوب منك الواي دابيو. مبدئيا كده تروح ترسم. ترسم الاتجاهات. فانت تبقى عارف ان هنا بالنسبة لي لو انا حبيت ارسم التجاهات بالشكل ده. هرسم انواي واحد الفي بتاعها في اتجاه الصريان. واي اتنين الفي بتاعتها في اتجاه الصريان. يبقى دي بنسبة لي في واحد. ودي بنسبة لي الا في اتنين والفي دابيو هتبعد عنهم بالشكل ده. فانت تبقى عارف ان السرعة النسبية هنا هتبقى آآ الجامع لان الاتنين في عكس اتجاه بعض. بالشكل ده. دي الرسمة بتاعتهم. شان اللي مش شايف نزل لكبطة دي. دلوقتي كده احنا خلاص. نروح نطبق المعادلة بتاعت المومنتم على طول. نروح نطبق معادلة الكونتونيوتي. هروح اطبق الكلام ده بالشكل ده. ان انا آآ هنا معايا واي واحد وفي واحد. آآ هتروح هنا دي جاما اريا واي واحد جاما اريا واي اتنين. بعد كده بطرح نقص الرو كيو في واحد. باكتب السرعة النسبية هنا اني عبارة عن مجموعهم والسرعة النسبية عند قطاع رقم واحد بيسبب برضو عبارة عن مجموعهم لان اتجاه عكس بعض. انعوض. آآ واي واحد معاك هنا بتسعة من عشرة. الواي اتنين بتنين واحد من عشرة. الجاما لو عوضت مسلا عندك هنا بتسعة وآآ תمانية من عشرة آآ właśnie بالنسبة وي اتنين جبن ال VW هتبقى مجهولة. وال V اتنين مجهولة. ال وي واحد معاك. ال VW مجهولة برضو. وال V واحد معاعك بواحد وربع. هيطلع لك هنا معادلة آآ المعادلة آآ عبارة عن اتنين واحدرة آآ من عشرة على تسعة من عشرة في اتنين بيسوي رقم ارقم ف ال VW لاια بالظبط يعني تسعة من عشرة واحد وربع زنيا تسعة من عشرة VW نقص اتنين واحد من عشرة VW. كده انت معاك آآ ان VW آآ ان V اتنين عبارة عن دل في V آآ آآ طيب المعادلة بتاعة المومنتم انت معاك الارية لانك معاك الواي اتنين آآ طبعا البي هنا مش جيفن بس البي هنا هتروح مع البي هنا فبالنسبة لي هنا دي وي اتنين ودي واحد فانا بالنسبة لي هنا عوض باتنين وواحد وهنا عوض آآ بتسعة من عشر. بالنسبة لل VW آآ هيتبقى لك VW V2 دول في بعض. هنعوض هيطلع في المسألة دي ان VW بتاعتك آآ هتطلع باربعة وستة متر على الثانية وال V2 هتطلع باتنين وواحد آآ من عشرة متر على الثانية. عشان تتأكد بس من حل. نشوف مسألة كمان. يعني المسألة باختصار ان هي مجرد ما انت ترسم هتطبق تطبيق مباشر في المعدتين بتاعنا. آآ المسألة دي بيقول ان عندك كتاعة مستطيل العرض بتاعه باتنين ونص متر. وآآ بديك ان فيه تصريف. التصريف ده مقداره آآ آآ اتنين ونص آآ خمسة متر مكعب على الثانية. آآ وبيقول ان التصريف ده فجأة زاد. آآ والزيادة دي مقدارها آآ عشرة متر مكعب على الثانية. يعني بديك تصريف اولاني. آآ قمتو خمسة. وبيديك تصريف التاني. آآ قمتو عشرة متر مكعب على الثانية. فبيقول بقى ان هو عاوز ان يحصل هنا سارج عاوز الخيطة بتاع السارج ده وعايز دي. طبعا تشوف ايه هي المعطيات اللي عندنا. لو انت معاك الكيو ومعاك الواي واحد. الواي واحد كانت عندك باتنين متر. الدبس اللي ناقص ده كان مفروض انه يبقى مكتوب يعني تلاقيه مكتوب عندك في الشيط ان الدبس ده باتنين متر. طيب انت دلوقتي معاك الواي واحد ومعاك الكيو واحد. الكيو والواي ومعاك الواي باتنين ونص. دي الواي بتاعتك باتنين ونص. فانا دلوقتي قادر اجيب من هنا الواحد عن طريق أن انا اقسم الكيو بتاعتك على الاريا. ادي الكيو츠 بالشكل ده. هستقسم على الاريا اللي هي عبارة عن اا الواي واحد في الواي الaison واي هي اتنين ونص. يبقى هتجيب من هنا الواحد اتطلع لك معاك الكيوheen عاود عليها بخمسة. الواي واحد باتنين الواي تنين ونص يبقى آآ خمسة على خمسة هتطلع واحد متر على الثانية. كده انت باعك ال V واحد. طيب. ساعة نشوف بقى هنعمل ايه بالنسبة للآآ كيو تنين دي. برضو آآ انا عشان انا ما بتعاملش مع الكيو انا بتعامل مع السرعة فانا لو جبت V تنين هتبقى عبارة عن خمسة على تنين ونص على يعني هتبقى بالنسبة لي عبارة عن التصريف بعشرة والآآ والبي باتنين ونص عشرة على تنين ونص فيها الاربعة يعني هيطلع هنا اربعة على يعني الده بالنسبة لي ال V تنين طلعت دلة بدلالة وي تنين ومعايا ال V واحد بواحد متر على الثانية ومعايا ال وي واحد طيب لو احنا كنا نتكلم قبل كده انا كان بيبقى معايا آآ تلات معطيات انا دلوقتي معايا تنين ومعايا تلات مجاهيل اللي هي V تنين وي تنين وال V دابيو طيب بيبقى انا لازم يبقى معايا تلات معايا تلات معادلات آآ المعادلة الاولانية هتبقى المومنتم المعادلة التانية هتبقى معادلة المعادلة التالتة هي المعادلة ده هي اللي بتديني علاقة بين مجهولين من الاتنين لهم V تنين وآآ V دابيو طيب لو حبينا نرسم الرسمة دي. مفروض ان دي آآ رسمة آآ آآ رسمة هيدرو باور. اللي ده المية بتاعتك بتزيد فيها. فلما المية بتزيد لو كان عند ده ده القطاع. والمية بتزيد آآ هنا. فالمية بيحصل لها زيادة بالشكل ده كده. والفي دابيو بتحصل ان هي بتبعد عن اتجاه الزيادة ده. يبقى ده اتجاه بتاعي. ودايما هيبقى هو ده اتجاه الفي واحد. وده هيبقى اتجاه الفي اتنين. ده منسوب المية المبدئي. اللي هو هنا وي واحد. وده منسوب المية النهائي. فانا بالنسبة لي بتكلم على معادلة ومعادلة المومنتم ان السرعة هنا آآ بالنسبة القطاع الاولاني والقطاع التاني السرعتين مع بعض. في نفس الاتجاه. فالسرعة هنا النسبية هتبقى عبارة عن دايما في دابيو ناقص في واحد او السرعة النسبية هتبقى عبارة عن آآ في دابيو ناقص في اتنين. نكتب معادلة المومنتم والكونتنيوتي بالشكل ده. آآ هنا هنعوض عن الواي واحد آآ باتنين. وهنعوض عن الواي اتنين. بآ هنسيب زي ما هي. لان احنا هنسيب. احنا عايزين من المعدلة دي نجيب وي اتنين زي ما هي عشان هي دي اللي احنا عايزين ها. هنسيبها زي ما هي برضو يبقى هي دي المجهولة التاني. ال Program اتنين هنشيلها ونعوض اربعة الواي تنين. يعني انا كده ان المعدلة دي هتطلع لي علاقة بين وي اتنين وب주 هننعوض عنها بالتنين زي ما هي هنسبها. Прدишь TheVE هنعوض عنها بواحد متر على الثانية. المعدلة دي هنطلع منها النوية اتنين عبارة عن اتنين آآ زائد اتنين في دابيو على في دابيو. طيب معادلة الكونتونيوتي احنا قلنا للاتنين في اتجاه بعض يبقى هنا في دابيو نقص في اتنين وهنا في دابيو نقص في واحد وده لان الكونتونيوتي كيو اتنين آآ بيساوي آآ الكيو واحد نعوض آآ هنا عن آآ وي اتنين بدلالة الفي اتنين آآ يعني وي اتنين بنسبالها تبقى بيساوي آآ اربعة على في اتنين وهنعوض آآ هنا عن الفي واحد يبقى انا برضو عندي العلاقة هنا بين في دابيو هيبقى مجهول هنا في دابيو الفي واحد معاك الواي واحد آآ معاك باتنين الفي دابيو هي المجهول الواي اتنين هشيلها وهحط بدلها لأ احنا عايزين تبقى معايا هنشيب بالويدين هنا بدلالة除ي اتنين. يبقى المعادلة التانية دي برضو هتطلع دالة في فيولي اتنين والويدابيو. هيطلع لي بعد ما صفي المعادلتين دول مع بعض انو28123 متر. والويدابيو هتطلع لي بخمسة تسعة وتسعين. احنا اصلا ممكن نشيل كلة على طول او كل وايدين من هنا وندخلها على طول بمعادلة الوو نطلع عل وو علي طول من هنا بخمسة تتسع وتسعين ونطلع على الواي اتنين باتنين تلاتة اربعة. خليي بالك ان الان كان المطلوب هنا مش الا هايت بتاع الواي اتنين كان المطلوب الهايت بتاع السرج يعني انت بعد ما اطلع على الوو بعد ما اطلع على الوو هتقول ان dio عبارة عن نقس واي واحد اتنين باتنين اربعة وطلعتين اronic طيب معناه انби بيساوي اربعة وتلعتين متر اخر مسألة. نرسم رسمها بس كده. المسألة دي تطبيق مباشر على في حالة ان انا بقفل بس الفكرة الصغيرة اللي فيها يعني تعالوا بس الاول كده مع بعض ان انت عندك اه مستطيل ميديك بتاعته ميديك التصريف وميديك كمان اه اتنين ونص متر زاجية يعني ميديك كمان الواي واحد يبقى مديك الواي واحد ومديك الكيو اللي قدر اجيب من الاتنين دول الواي واحد يبقى انا كده معايا الواي واحد مديك بقى بيقولك ان انت عندك كلمة دي يعني انت قفلت كليا يعني ان دلوقتي لو ده القطاع بتاعك وانت قفلتها بالشكل ده فانا قلت انها لما تقفل ان المية في هتزيد بس الفكرة عندي ان اللي كانت موجودة هنا في حالة القفل التام معادش عندي سرعة فالواي اتنين كمان كده هنا بتساوي صفر كده انت معاك الواي واحد معاك الواحد ومعاك الواي اتنين يبقى اللي ناقص هنا الواي اتنين ونقص مين كمان ناقص الواي بقى هما دول الحاجات اللي هيتطلبها بس آآ آآ سرجيب عايز الواي اتنين بكام وعايز الواي بكام مجرد تطبيق مباشر طبعا انا هنا مليش دعوة انا هتطبق في بالنسبة لي العكس اتجاه بعض يعني الاشارة موجبة انت معاك كل حاجة انت معاك الواي واحد الواي اتنين هنا هي النقصة آآ والآ معاك الواحد يبقى هنا المعادلة تبقى بين الواي اتنين هنا نفس الكلام انت معاك آآ معاك الواي اتنين بزيرو معاك الواحد المعادلة اللي تحت دي هتجيب قيمة الفي دابيو تطلع باربعة وسبعة آآ تطلع تعوض فيها في المعادلة اللي فوق دي معك الفي دابيو هتطلع هنا تطلع هنا بكامة الواي اتنين هنا بتلاتة واربعتاشر تقدر بقى منها تجيب اللي هي ولاي اتنين ماينس ولاي واحد تطرح اناقص الواي واحد اللي هي بتنين منص تجيب من هنا آآ القيمة بتاعتك آآ دول التلات مسائل اللي على السرج شكرا